السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزاء الطلاب في مقرر انترنت الأشياء واحد واحد لطلاب التعليم الثانوي بنظام المسارات مسار علوم الحاسب والهندسة سنتعرف في درسنا لهذا اليوم عن مفاهيم انترنت الأشياء بجزئه الأول وستقدمه لكم المعلمة سارة ألمانع بداية سنتعرف سويا على موضوعات مقرر انترنت الأشياء واحد واحد والذي يتضمن الوحدات التالية الوحدة الأولى والتي هي بعنوان أسس انترنت الأشياء سنتعرف فيها على الدرسين التاليين الدرس الأول بعنوان مفاهيم انترنت الأشياء والدرس الثاني أجهزة انترنت الأشياء كما سنتعرف في الوحدة الثانية والتي هي بعنوان انترنت الأشياء في حياتنا والتي تتضمن الدروس التالية منصة إنترنت الأشياء وأيضاً تطبيقات وتحديات إنترنت الأشياء أيضاً سنتحدث في الوحدة الثالثة والتي هي بعنوان إنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء باستخدام الأردوينو سنتعرف بشكل عملي على كيفية إنشاء أنظمة ذكية مثل إنشاء نظام منزل ذكي ونظام الري الذاتي للنباتات وأيضاً إنشاء نظام تسرب الغاز كما سنتعرف الوحدة الأخيرة وهي الوحدة الرابعة على إنشاء تطبيق سحابي لإنترنت الأشياء والذي يتضمن عدة دروس الدرس الأول يتحدث عن إعداد بيئة تطوير الأردوينو وأيضاً كيفية برمجة الأردوينو لغة البايثون وأخيراً التفاعل مع خدمات الويب السحابية درسنا اليوم سوف نتحدث نذكرنا عن مفاهيم إنترنت الأشياء تتضمن الموضوعات التالية سنتعرف عن مفهوم إنترنت الأشياء وأيضاً مراحل تطور إنترنت الأشياء وأيضاً ما الغرض من إنترنت الأشياء وأيضاً سنتحدث عن مكونات وتطبيقات إنترنت الأشياء اليوم سوف نتحدث عن مفهوم إنترنت الأشياء سنتحدث عن موضوعات التالية ما هو إنترنت الأشياء وما الهدف منه وأيضاً ما هو جهاز إنترنت الأشياء وأيضاً أنواع الكائنات الذكية إذن عزيزي الطالب في نهاية درسنا لهذا اليوم سوف تكون قادراً على ماذا؟ تعريف مصطلح إنترنت الأشياء نتأمل سوياً العبارات التالية في العصر الحالي كل الأجهزة والأشياء من حولنا تتصل بشبكة الإنترنت وتتواصل بسهولة مع الأجهزة الأخرى أو قد يكون هناك أشخاص ومن ثم الوصول إلى الخدمات التي تحسن حياتك أيضاً العبارة التالية كما يشهد العالم تحولاً تقنياً كبيراً فقد أصبح من الممكن توصيل طلبات الطعام باستخدام الطائرات دون طيار حيث يتم تطوير المستشعيرات التي يمكن ارتداؤها لمتابعة حالتك أيضاً الصحية إذن قم بتفسير العبارات أو المعلومات السادقة هل تعتقد من أنه من الممكن أن يوجد هناك أجهزة تتواصل مع بعضها البعض وقد تقوم بإنتاج خدمات أو تقنيات جديدة إذن بالتأكيد نحن نشهد بعصر الحالي تطور كثير في التطور سريع في التقنية وقد نجد من الحين إلى آخر ظهور تقنية جديدة وبالتالي بالتأكيد أنه ماذا العبارات أو المعلومات السابقة تدول على تقنية جديدة فما هي؟ إذن ماذا يسمى هذا التقدم المتنامي والمتسارع في جميع المجالات؟ إذن بالتأكيد قد سمعنا بماذا؟ بإنترنت الأشياء أو إنترنت أوف تينغز بداية ما الذي يقصد بأو ما هو إنترنت الأشياء؟ إذن من خلال العبارة السابقة نستنتج إذن ماذا؟ ومن خلال الصور السابقة هي عبارة عن ماذا؟ ذكرنا أنها مجموعة من الأجهزة إذن مجموعة من الأجهزة كونت لنا ماذا؟ شابكة إذن نستطيع أن نقول إنترنت الأشياء هبارة عن ماذا؟ شابكة شابكة من ماذا؟ من الأجهزة ما هي مهماتها أو ما هي الهدف منها أو الغرض منها؟ تقوم بماذا؟ أولا استشعار البيئة المحيطة ومراقبتها أيضا والتفاعل معها إذن في البداية سوف تقوم بماذا؟ باستشعار واستكشاف إذن البيئة المحيطة من حولها ومن ثم سوف تستطيع ماذا؟ بمراقبتها وإدارتها وأيضا التفاعل معها بالإضافة إلى ماذا؟ وظيفة الشبكات تحدثنا سابقا في المقرارات السابقة في ماذا؟ أن الشبكات عبارة مجموعة من الأجهزة لبعضها البعض بحيث أنها تقوم بالهدف الأساسي هو ماذا؟ جمع وتبادل البيئات بإضافة إلى الهدف الشبكات المعروف دائما جمع وتبادل البيئات إذن ذكرنا أنه شبكة الإنترنت للأشياء قد يصل إلى ماذا؟ إلى الأجهزة والأشخاص إلى ماذا؟ إلى الخدمات إذن هي عبارة عن أي شبكة وأي عمل تقوم به أو خدمة أو إنتاج معين في أي وقت لا تشترط وقت معين وفي أي مكان أيضا لا تشترط حدود المكانية وأي جهاز يتصل بها وسوف نتعرف على هذه الأجهزة هل أي جهاز أو كائن مادي نستطيع أن نقول أنه ماذا؟ يستطيع أن يرتبط بهذه الشبكة أو بإنترنت الأشياء وأيضا أي شخص هل يستطيع الأشخاص بالارتباط؟ إذن أي شخص وأي كائن وفي أي وقت وفي أي مكان بحيث أنها تقوم ماذا؟ يكون لها هدف معين بإنتاج عمل أو تقديم خدمة إذن بعد التعرف على مفهوم إنترنت الأشياء ما هو الهدف؟ ما الهدف من إنترنت الأشياء؟ إذن بالتأكيد يوجد هناك مجموعة من الهدف ولكن لعل الهدف الرئيسي منها هو ماذا؟ هو توصيل الأجهزة المختلفة بشبكات الحاسوب الخاصة أو العامة مثلا الشبكات العامة المعروفة ما هي؟ شبكة الإنترنت لماذا؟ لتشارك بياناتها لتشارك بيانات فيما بينها وقد تتفاعل أيضا مع الأشخاص والأشياء الأخرى من حولك أيضا ذكرنا أنها ماذا؟ نقوم الهدف منها توصيل الأجهزة إذن عندها تفصيل الهدف الأساسي إذن أولا أول هدف هو توصيل الأجهزة بأنواعها المختلفة وتحويله هنا نركز قليلا تحويله إلى أجهزة إنترنت الأشياء إذن هذا سوف نتأمله من ثم سوف نجيب عليه فيما يلي لاحقا لماذا؟ لماذا ذكرنا هنا تحويله إلى أجهزة؟ هل جميع الأجهزة من حولنا نستطيع أن نذكر أنها أو نطلق عليها أجهزة إنترنت الأشياء؟ أم تحتاج إلى تحويله؟ إذن سنجيب عليه لاحقا بإذن الله أيضا ذكرنا أجهزة بالإضافة إلى أجهزة ماذا؟ تطبيقات إنشاء تطبيقات جديدة ما فائدة التطبيقات أو البرامج؟ تساعدنا على استخدام وإدارة تلك الأجهزة في الشبكة الذكية التحكم بتلك الأجهزة الذكية إذن يسهم في إحداث تغير إنترنت الأشياء يسهم في ماذا؟ يسهم في إحداث تغير جوهارية التقنية لحيث أنه يتيح للأجهزة المتصلة ماذا؟ إدراك مثل ما ذكرنا في البيئة المحيطة ماذا يفعل في البيئة المحيطة؟ إدراكها وتعرف عليها ومن ثم إدارتها وذلك بدمجها بشكل مستقل في شبكة ذكية يعني تكون هذه المجموعة بعد التعرف على هذه البيئة وتقوم بتوصيل أجهزة مع بعض البعض وكأنها كونت لها شبكة مستقلة ذكية كيف يتم دمج العالم الواقعي الحقيقي الذي نحن فيه بأجهزة من حولنا بمنازل، بسيارات كيف ندمجها هي والحواسيب ونقوم بربطها مع بعض البعض إذن عندما تتمكن الأجهزة والمعدات من اكتشاف بيئتها بعد أن تكتشف بيئتها وتتحكم بها عن بعد عبر الشبكة فإنه يمكن دمج العالم الواقعي والحواسيب وربطها مع بعضها البعض إذن لابد من التعرف على البيئة بعدة أدوات أو تقنيات مثل المستشعرات وغيرها وسنتعرف عليها لاحقاً بإذن الله إذن ذكرنا أنه لابد من ماذا؟ إذن بعد أن نتعرف على البيئة سنستطيع الدمج العالمي العالم التقنية والحواسيب والواقعي ولكن لماذا نقوم بهذا الدمج؟ إذن بالتأكيد لماذا؟ لزيادة الإنتاجية للتقنية دائماً ما تكون تزيد من إنتاجية العمل وأيضاً الأتمة دائماً ما نسمع بمصطلح الأتمة ما الذي يقصد بمصطلح الأتمة؟ إذن هو ماذا؟ الـ Automation أو التشغيل الآلي هو عبارة عن أن تقوم هذه الآلة بالعمل بشكل تلقائي بدون تدخل بشري وأيضاً النقطة الثانية أو الهدف الثاني هو خفض التكاليف في جميع الجوانب الحياتية تقريباً إذن ما هو جهاز إنترنت الأشياء؟ سابقاً ذكرنا أنه سوف نقوم بتحبيل بعض الأجهزة إلى أجهزة إنترنت الأشياء ما هي أجهزة الإنترنت الأشياء؟ IoT device ما هي؟ إذن هي كائن مادي نلاحظ هنا عبارة عن ماذا؟ كائن مادي هذا الكائن مادي به؟ سوف يقوم بالاتصال بالشبكة ويصبح معروفاً في تلك الشبكة تم التعرف عليه في تلك الشبكة إذن نلاحظ هنا ذكرنا أنه كائن مادي يمكن لذلك الجهاز جمع البيانات ونقلها وكذلك التواصل مع باقي الأجهزة ومنصة إنترنت الأشياء إذن يستطيع القيام بمهمتين جمع البيانات ونقلها وأيضاً التواصل مع الأجهزة المتصلة بالشبكة ما الذي يقصد بالكائنات الذكية؟ Smart Objects إذكرنا قبل قليل أن أجهزة إنترنت الأشياء هي ماذا؟ هي كائن مادي يتصل بالشبكة الآن ما الذي يقصد بالكائنات الذكية؟ ومن الصور التي أمامك استنتج الفرق بين الكائن الذكي المنموس والكائن الذكي الرقم إذن نجد هنا أنه يوجد هناك كائن الذكية ويوجد لها ماذا؟ أنواع إذن نشاهد في الصورة الأولى هناك كائن ذكي مادي ملموس إذن نستطيع رؤيته ولمسه نستطيع التحكم بشاشة واجهة التفاعل موجود هنا وشاشة لمس بدرجة الحرارة التكييف وقد تكون هناك أزار تفاعلية وقد يكون هناك كائن ذكي ولكن رقم غير ملموس ويكون داخل الأجهزة إذن الكائنات الذكية إذن من ما سبق استنتج سويا ما الذي يقصد بالكائنات الذكية إذن هي ماذا؟ إذن هي الكائنات المتصلة أو الذكية هي كائنات تتبادل البيانات عبر الشبكة ذكرنا قبل قليل أمثلة على الكائنات الآن سوف نتعرف على واجهات المستخدم الموجودة في الكائنات الذكية تحتوي بعض هذه الكائنات على واجهة المستخدم قد تكون بسيطة النوع الأول كم يفتاح التحكم بدرجة الحرارة مثل ما شاهدنا سابقا واجهة بسيطة تتحكم فقط في درجة الحرارة وتكون سحلة الاستخدام ويستطيع التفاعل المستخدم يتفاعل مع جهاز التكييف عبر هذه الشاشة وقد يكون النوع الثاني ماذا؟ أكثر تعقيدا كالتي موجود أين؟ في السيارات الحديثة أو التطبيقات الهواتف الذكية إذن تتضمن بعض السيارة الذكية على شاشات تفاعل أو واجهات تفاعل يستطيع التفاعل معها عبر اللمس تكون أكثر تعقيدا من السابقة النوع الثالث الواجهات المستخدم في الكائنات الذكية قد تخلو بعض الكائنات الذكية ما هذا؟ لا يوجد لا يوجد هناك واجهة يتفاعل معها المستخدم إذن كيف يتم ذلك؟ حيث أنها تحتوي على ماذا؟ مستشعرات ومشغلات مستقلة تتفاعل مع بيئتها التي حولها نلاحظ هنا ماذا؟ دون تدخل أي تدخل بشر هنا ما يميز أجهزة إنترنت الأشياء أن أغلبها ماذا؟ أنها تستطيع تعرف على بيئتها عبر إضافة بعض المستشعرات أو المشغلات بحيث أنها تساعدها على التعرف على بيئتها ومن ثم التفاعل مع هذه البيئة أو الأجهزة المتصلة بتلك الشبكة دون أي تدخل بشري ودون أن يكون هناك واجهة مستخدم يستطيع التفاعل مع هذه الجهاز أو الكائن إذن كيف يتم ذلك؟ بحيث أن هذا المستشعر مثل ذكرنا يتعرف على ماذا؟ على بيئته ويقيص القيم الموجودة بها قد تكون هذه القيم مسافة قد تكون درجة حرارة ومن ثم يقوم ذلك المشغل هنا يأتي دور مشغل بتغيير العالم المادي ويتخذ قرار ما؟ الآن سوف نتحدث عن ماذا؟ عن أقسام أقسام الكائنات الذكية ما هي أقسامها؟ ذكرنا أنها ماذا؟ من الصور السابقة قد تكون هناك كائنات رقمية تشمل هذه ماذا؟ من أمثلة عليها وهي أي كائن يكون رقمي من المعروف الأجهزة الذكية نستطيع أن نطلق عليها كائنات رقمية إذن ما هي الأجهزة الذكية التي يحولونها؟ مثلا الهواتف الذكية الساعات الذكية أظمت الإنذار المنزلية مثلا إنظام الإنذار مثلا ضد السرقة أو ضد الحرق والتي يتم تصميمها لماذا؟ لتتفاعل مع البيئة مثلا عندها مثلا وجود هناك مستشعرات في المنزل وجود هناك حالة مثلا وجود هناك حركة غريبة مثلا في الدخول إلى المنزل تستشعر هذه الحساسات أنه وجود هناك كائن غريب ومن ثم سوف تقوم بالتنبيه وتشغيل أجهزة الإنذار المنزلية النوع الثاني وهي ماذا؟ كائنات مادية ملموسة نستطيع لمسها ورؤيتها إذن هي واقعية تطلب ماذا؟ لابد من إضافة مستشعرات ومشغلات لتصبح كائن ذكي إذا نستطيع نطلق على مثلا الثلاجة الموجودة في المنزل أنها كائن ذكي نستطيع أن نطلق عليها كائن مادي كيف أحولها إلى كائن ذكي أو كاء أو جهاز أحد أجهزة إنترنت الأشياء لابد أن نضيف إليها ماذا؟ مستشعرات ومشغلات لكي نستطيع نطلق عليها عبارة عن من الكائنات الذكية إذن ذكرنا أن الأجهزة المنزلية بكافة أنواعها لا تستخدم البيانات أو التبادل إلا إذا تم تحسينها وإضافة المستشعرات ووحدات أيضا نضيف لها ماذا؟ مستشعرات أيضا محدات تحكم دقيقة وهوائيات مخصصة لتوصيلها بالعالم الرقمي لإنترنت الأشياء إذن عزيزي الطالب أمامك تمرين رقم واحد صفحة 16 بالكتاب إذن حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي العبارة الأولى يتكون إنترنت الأشياء من شبكة من الأجهزة المتبطة التي تتواصل مع بعضها البعض إذن ماذا؟ بالتأكيد العبارة صحيحة يتضمن إنترنت الأشياء الأجهزة الغير متصلة بالإنترنت ذكرنا أنه لا بد أن تكون متصلة بالإنترنت إذن هي العبارة خاطئة ثلاثة تعمل الكائنات الذكية بصورة مستقلة دون تدخل بشري ذكرنا أنه الكائنات الذكية قد تستطيع أنها ماذا؟ بدون أي تدخل بشري أن تتفاعل مع البيئة التي حولها إذن إجابة أو العبارة صحيحة رابعا أو العبارة الأخيرة الكائنات الرقمية لاحظة الرقمية هي الأجهزة التي ترسل البيانات وتستقبلها فقط إذن العبارة خاطئة بل تتفاعل أيضا مع هذه البيانات وليس فقط تبادل بيانات تتفاعل مع الأجهزة ومتبطة مع بعضها البعض وأيضا تتفاعل مع البيئة إذن نراجع سويا درسنا أن هذا اليوم مفاحيم إنترنت الأشياء بجزء الأول تعرفنا على مفهوم إنترنت الأشياء فما الذي يقصد به؟ إذن هو عبارة عن شبكة من الأجهزة التي تستطيع ماذا؟ حيث أنك تستطيع كل منها استشعار البيئة المحيطة ومراقبتها والتفاعل معها بالإضافة إلى جمع وتبادل بيانات إذن تحدثنا عن الهدف منها إذن يوجد هناك أهداف كثيرة ولعل أبرزها هو توصيل أجهزة بأنواعها المختلفة وتحويها إلى أجهزة إنترنت الأشياء وأيضا إنشاء تطبيقات جديدة لإستخدام إدارة تلك الأجهزة أيضا تحدثنا على جهاز إنترنت الأشياء فما هو؟ إذن هو عبارة عن كائن مادي متصل بالشبكة ويمكنه جمع البيانات ونقلها والتواصل مع الأجهزة ومنصات إنترنت الأشياء الأخرى إذن تحدثنا عن ماذا؟ عن أنواع الكائنات الدكية فما هي؟ إذن من الأبرزها هي نوعين أولا كائنات الرقمية وهي تشمل الكائنات الرقمية التي تفاعل مع البيئة المحيطة وذكرنا بالنوع الثاني هو ماذا؟ الكائنات المادية والملموسة والتي تكون واقعية ولكن لتصبح ذكية لا بد من إضافة بعض التقنيات مثل المستشعرات والمشغلات لتصبح كائنات ذكية إذن عزيز الطالب أمامك السؤال قارن بين الكائنات الذكية الرقمية والكائنات الرقمية ذكية المادية ما ذكر مثال لكل منهما عزيز الطالب حاول الإجابة على السؤال السابق وتسليم الإجابة إلى معلمك أو معلمتك عزيز الطلاب بهذا انتهينا لدرسنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر